اشتركوا في القناة لم تناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أما بعد فلازلنا نقرأ في كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ووقفنا عند القاعدة الثالثة والثلاثين وهي قوله القاعدة الثالثة والثلاثون إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها فيقدم الواجب على المستحب والراجح مصلحة على المرجوح وإذا تزاحمت المفاسد واضطر إلى فعل أحدها قدم الأخف منها وهذه القاعدة كما هو واضح متعلقة بالمصلحة والمصلحة في لغة العرب معناها المنفعة وزنا ومعنى وأما المصلحة في الشرع فهي المنفعة المترتبة على مراعاة قصد الشارع فإذا قال الإنسان قولا أو فعل فعلا وترتبت عليه منفعة وكانت هذه المنفعة داخلة في حدود مقاصد الشارع الضرورية أو الحاجية أو التحسينية فإنها تعتبر مصلحة شرعية ما دام أنها داخلة في دائرة مقاصد الشارع وفي حدودها فإنها تسمى مصلحة شرعية أما إذا كانت تخالف مقاصد الشريعة فإنها لا تعتبر مصلحة شرعية وإن عدها الناس في عقولهم أو أعرافهم وتجاربهم مصالح فإنها لا تعتبر في نظر الشرع وفي نظر علماء الشريعة مصلحة شرعية ما دام أنها تخالف مقصود الشارع والعلماء قد يطلقون المصلحة على الفعل نفسه فيسمون الفعل نفسه مصلحة فيقولون إقامة حد القصاص مثلا مصلحة وحد الزنا مصلحة وحد الردة مصلحة والصلاة مصلحة والزكاة مصلحة وبر الوالدين مصلحة فيطلقون المصلحة على الفعل وذلك لشدة الملابسة بين المصلحة والفعل فإن هذا الفعل يترتب عليه مصلحة لأن الحدود إذا أقيمت ترتب عليها مصلحة وكذلك العبادات التي أمر الشارع بها إذا أقيمت ترتب عليها مصلحة فأطلق على الأفعال نفسها مصلحة وذلك لشدة الملابسة بينها وبين المصلحة والمصلحة كيف يمكن معرفتها والجواب على ذلك أنها قد تعرف بطريق كل وقد تعرف بطريق جزئي فأما الطريق الكل فهو أن كل ما ورد الأمر به في القرآن أو في السنة فهو مصلحة كل ما جاء الأمر به في الكتاب أو في السنة فهو مصلحة وذلك لأن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد وهذه قاعدة عظيمة في الشريعة فإن جميع الأحكام الشرعية سواء كان ذلك في مسائل الاعتقاد أم كان في مسائل العمل مبنية على هذا الأصل وهو جلب المصلحة ودرء المفسدة فالشريعة جاءت بجلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها ويدل على هذا لا أدلة منها قوله سبحانه وتعالى وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فقد أخبر الله سبحانه وتعالى لأن الغاية من إرسال محمد صلى الله عليه وسلم الرحمة لجميع العالم ومن مقتضى الرحمة ولوازمها أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر إلا بما فيه مصلحة ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة وأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله عز وجل للعالمين لا يأمر إلا بما فيه مصلحة ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة لأن ذلك هو الذي تتحقق به الرحمة للخلق وإذا تعارضت المصالح فإن الأرحم بالخلق أن يكون المشروع هو الأصلح وإذا تعارضت المفاسد فإن الأرحم بالخلق أن يكون المدفوع هو الأفسد وهكذا ومن الأدلة على هذا قوله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام فقوله يهدي وقوله أقوام يدلان على أن القرآن بما جاء فيه من الشرائع وكذلك السنة التي هي بيان للقرآن وتفسير له كل ما فيها هو مصلحة لأن المصلحة الشرعية هي الأهدى وهي الأقوام فكل ما جاء في القرآن أو في السنة فهو أهدى وأقوام ويلزم من ذلك أن يكون مصلحة لأن الأهدى والأقوام يترتب عليه لتحقق المصالح للمكلفين وكذلك قوله سبحانه وتعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم فالأمر باتباع الأحسن في قوله واتبعوا أحسن يلزم منه اتباع الأصلح وذلك لأنه هو الأحسن واتباع المصلحة لأن المصلحة أحسن من المفسدة فهذا هو الطريق الكل وهو أن كل ما ورد الأمر به في الكتاب أو السنة فإنه يكون مصلحة وهناك طريق آخر وهو الطريق الجزئي وذلك بأن ينص الشارع على فعل من الأفعال بأنه مصلحة أو ينص على فعل من الأفعال بأنه مفسدة فنعلم أن ضده يكون مصلحة أو أن ينص على أن فعلا من الأفعال خير فنعلم أنه مصلحة لأن المصلحة خير للخلق أو ينص على أن فعلا من الأفعال شر فنعلم أن ضده خير ومصلحة أو ينص على أنه هدى فنعلم من ذلك أنه مصلحة أو أن ينص على أنه رحمة وهكذا فهذه كلها طرق جزئية تدل على أن ما وصف بهذه الأوصاف يكون مصلحة ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسِلِ فإننا نفهم من هذه الآية أن إهلاك الحرث والنسل مفسده لقوله سبحانه وتعالى وَيُفْسِدُ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُفْسِدُ فوصف هذا الفعل بأنه فساد وبناء على هذا فإن عدم إهلاك الحرث والنسل يكون مصلحة وأصلح منه لإقامة الحرث والنسل فإن من مقاصد الشارع أن تقوم لزروع الناس وأن يستمر نسلهم وكذلك قوله سبحانه وتعالى وَالصُّلْحُ خَيِّرُ فإن هذا دليل على أن الصلحة مصلحة لأن الله سبحانه وتعالى وصفه بأنه خير وهكذا في سائر الأوصاف التفصيلية والقاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تتعلق بتعارض المصالح مع بعض وتعارض المفاسد مع بعضها وتعارض المصالح والمفاسد فهذه القاعدة تبين الموقف الشرعي من المصالح إذا تعارضت والمفاسد إذا تعارضت والمصالح والمفاسد إذا تعارضت وهذا يبين لنا عظمة الشريعة وأنها لما أمرت بالمصالح ونهت عن المفاسد بيّنت لنا كيف نتعامل مع المصالح إذا حصل بينها التعارض وكيف نتعامل مع المفاسد إذا حصل بينها التعارض وكيف نتعامل مع المصالح والمفاسد إذا حصل بينها التعارض وهذه الأمور مضبوطة بأدلة الشرع لأنه لا يصح أن تقدم مصلحة على مصلحة إلا بميزان الشرع ولا يصح أن ترجح مفسدة على مفسدة إلا بميزان الشرع ولا يصح أن ترجح مصلحة على مفسدة إلا بميزان الشرع فلا دخل في الأهواء والعقول المجردة والأعراف الفاسدة في الترجيح بين المصالح أو الترجيح بين المفاسد أو الترجيح بين المصالح والمفاسد وإنما الميزان في ذلك هو الشرع والتعارض بين هذه الأمور بابه باب واسع جدا وقد ذكر العلماء أن التعارض بينها من أسباب الفتن التي وقعت أو ستقع في هذه الأمة فمن الناس من ينظر إلى المصالح ويرجحها ومن الناس من ينظر إلى المفاسد ويرجحها ومن الناس من يشتبه عليه الأمر ويحصل له اللبس فيقع بينهم الاضطراب والاختلاف لكن الشريعة وضعت الميزان الذي يعرف به أصلح المصلحتين وأفسد المفسدتين والأرجح من المصالح والمفاسد وهذا الميزان هو الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذه القاعدة العظيمة وإضاح ذلك أنه كما تقدم معنا أن التعارض قد يكون بين المصالح وقد يكون بين المفاسد وقد يكون بين المصالح والمفاسد فهذه ثلاث صور فالصورة الأولى أن يكون التعارض بين المصالح وذلك بأن يوجد عندنا مصلحتان متعارضتان فما هو الموقف الشرعي منهما؟ والجواب على ذلك أن الموقف الشرعي منهما لا يخلو من حالين الحال الأولى أن يمكن الجمع بين المصلحتين وذلك بأن تفعل المصلحتان فحينئذ يجب ذلك لأن الجمع بين المصالح واجب مهما أمكن كالجمع بين الأدلة لأن في ترك إحدى المصلحتين إهمالا لها مع إمكان الإتيان بها فإذا أمكن الجمع بين المصلحتين وجب ذلك ومن الأمثلة على هذا لو أن إنسانا كان يطوف بالبيت ثم نودي للصلاة على الجنازة ففي هذا المثال لدينا مصلحتان المصلحة الأولى مصلحة الطواف والمصلحة الثانية مصلحة الصلاة على الجنازة فإن اشتغل بالطواف ولم يصل على الجنازة فوت إحدى المصلحتين وهي الصلاة على الجنازة وإن اشتغل بالصلاة على الجنازة هل يكون في هذا تفويت للطواف والجواب على ذلك أنه لا يكون فيه تفويت للطواف بل يكون فيه جمع بين المصلحتين فحينئذ يقال له لصلي صلاة الجنازة ثم أكمل طوافك لأن هذا يحصل به مصلحة الصلاة على الجنازة ويحصل به أيضا الطواف فإن الطواف لا ينقطع بالصلاة على الجنازة وهكذا في سائر المصالح التي يمكن الجمع بينها ومن الأمثلة على هذا أيضا لو أن إنسانا كان صائما في نهار رمضان ورأى شخصا يريد أن يتردى في حفرة عميقة أو رأى نارا قد اشتعلت في بيت ولا يستطيع أن ينقذ من فيه أو أن ينقذ الشخص الذي تردى في الحفرة إلا بالفطر فهنا تعارضت مصلحتان المصلحة الأولى إتمام الصيام والمصلحة الثانية إنقاذ الإنسان الذي تردى في الحفرة أو الناس الذين في داخل المحل الذي اشتعلت فيه النار فتعارضت لدينا هاتان المصلحتان فإن قيل بأنه يستمر في صيامه ولا ينقذ هؤلاء الذين أشرفوا على الهلاك فإن هذا فيه تحقيق لمصلحة واحدة وهي مصلحة الصيام وإهمال للمصلحة الأخرى وهي إنقاذ النفس وهنا يمكن الجمع بين المصلحتين وذلك بأن يفطر وأن ينقذهم ووجه الجمع بين المصلحتين أن الصيام لا يفوت لأنه يمكن قضاؤه الصيام لا يفوت لأن القضاء هنا ممكن فلا تضيع مصلحة الصيام بخلاف ما لو قلنا إنه يستمر في صيامه ولا ينقذ الذين أشرفوا على الهلاك فقد حصلت مصلحة واحدة وهي مصلحة الصيام وفاتت المصلحة الأخرى وهي حفظ النفس أو حفظ النفوس فإذا هذه هي الحال الأولى وهي أن يمكن الجمع بين المصلحتين الحال الثانية أن لا يمكن الجمع بين المصلحتين بل إما أن تفعل هذه وإما أن تفعل هذه فحينئذ لا يخلو الأمر أيضا من حالين الحال الأولى أن يمكن الجمع بين المصلحة وبدل المصلحة الأخرى والحال الثانية أن لا يمكن ذلك فإن أمكن الجمع بين المصلحة والمصلحة الأخرى فإن أمكن الجمع بين المصلحة وبدل المصلحة الأخرى فإنه يجب كما تقدم معنا في مثال الصيام فإنه جمع بين المصلحة وبدل المصلحة الأخرى كما أنه أيضا من باب الجمع بين المصلحتين ومن أمثلة الجمع بين المصلحة وبدل المصلحة الأخرى لو أن المحرم تطيب أثناء إحرامه ناسيا ولم يكن عنده إلا ماء يسير يحتاجه لشرابه أو لشراب رفقته أو دابته فقد تعارض لدينا مصلحتان المصلحة الأولى إزالة الطيب والمصلحة الثانية استبقاء الماء لشربه لنفسه أو لمن معه وهنا يمكن الجمع بين المصلحة الأولى وهي إزالة الطيب عن بدن المحرم أو عن ثوبه وبدل المصلحة الثانية وهي أن يحكه بحجر أن يحك الطيب بحجر أو نحوه فحينئذ تحقق الجمع بين المصلحة وبدل المصلحة الأخرى فإن الطيب يجب غسله بالماء لكن إذا كان استعمال الماء هنا يفوت لمصلحة شربه وهناك بديل عنه فإنه يستعمل البدل عنه ففي هذا المثال جمع بين المصلحة وبدل المصلحة الأخرى الحال الثانية إذا لم يمكن الجمع بين المصلحة وبدل المصلحة الأخرى فإنه حينئذ يجب تقديم الأصلح من المصلحتين وتسقط المصلحة الثانية بالوجه الشرعي فتقدم إحدى المصلحتين على الأخرى وتترك المصلحة الثانية تلغى ويكون إلغاؤها هنا إلغاء شرعيا والمصلحة التي تقدم هي المصلحة الأهم كما لو كانت إحدى المصلحتين ضرورية والأخرى حاجية أو المصلحة الأعم كما لو كانت إحداهما عامة والأخرى خاصة فإن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة وعناية الشريعة بالمصالح العامة أعظم من عنايتها وأوفر من المصالح الخاصة فتقدم المصلحة الأهم أو تقدم المصلحة الأعم وهذا الباب وهو الترجيح بين المصلحتين باب عظيم جدا وواسع جدا وبعض الناس قد ينظر لإحدى المصلحتين وغيره ينظر للمصلحة الأخرى فيحصل الخلاف ويترتب على ذلك الاضطراب والفتنة كما تقدمت الإشارة إلى هذا لكن كما قلنا الضابط في التقديم هو الميزان الشرعي ولا يكون ترك المصلحة التي غيرها أهم منها أو غيرها أعم منها إهمالا لإعتبار الشرع للمصالح لأنها إنما تركت هنا لأنه ضاق الأمر وانسد باب الجمع بين المصلحتين فينظر حينئذ للمصلحة الأعم فتقدم أو للمصلحة الأهم فتقدم ومن الأمثلة الفقهية على هذا لو تعارض واجب ومندوب فإنه حينئذ يقدم الواجب لأن مصلحة الواجب لا أعظم من مصلحة المندوب كما لو جاء إنسان وقد أقيمت الصلاة فإنه لا يستطيع أن يصلي السنة الراتبة لصلاة الظهر مثلاً فيجب عليه أن يدخل في صلاة الفريضة لأن مصلحة الواجب لا أعظم ولا يشتغل بصلاة النافلة بعد إقامة صلاة الفريضة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وكذلك لو تعارضت مصلحة خاصة ومصلحة عامة كما لو كان إنسان له أرض في مكان واحتاج الناس إلى أن تكون هذه الأرض طريقاً لهم أو أن يبنى فيها مسجد أو أن يبنى فيها مستشفى ولم يوجد مكان آخر فإنه حينئذ يجوز نزعها منه بالشروط المعروفة عند العلماء وتعويضه عنها تعويضاً عادلاً ويكون هذا وجهاً مشروعاً لأنه تعارضت المصلحة العامة مع المصلحة الخاصة والقاعدة أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة ثم أيضاً مصلحة الشخص الخاص تدخل في عموم مصلحة المسلمين لأنه ينتفع أيضاً بالمصلحة العامة فهذا إذا لم يمكن الجمع بين المصلحتين أما إذا حصل التساوي عند المجتهد بين المصالح من كل وجه فلم يستطع أن يرجح مصلحة على مصلحة فقد اختلف العلماء فقال بعضهم يتخير وقال بعض أهل العلم يتوقف ولا يجزم بإحدى المصلحتين أو يعتبر إحداهما فلا يعتبر إحدى المصلحتين دون الأخرى لأنه لم يترجح عنده مصلحة على مصلحة فإذا إذا تعرضت المصالح لا يخلو الأمر من أن يمكن الجمع وحينئذ يجب ذلك أو لا يمكن الجمع لكن تعرف المصلحة الراجحة من المصلحة المرجوحة فحينئذ تقدم المصلحة الراجحة أو لا يمكن معرفة المصلحة الراجحة من المصلحة المرجوحة فحينئذ وقع خلاف بين أهل العلم فمنهم من قال يتخير فأي المصلحتين عمل بها فإنه لا تثريب عليه وقال بعضهم بل يتوقف في هذا وإلى متى يتوقف قالوا يتوقف حتى يتبين له رجحان إحدى المصلحتين على الأخرى والذي يظهر والعلم عند الله أن القول بالتوقف قول قوي إلا إذا كان هذا التوقف يطول ويترتب على ذلك الحرج فحينئذ تعمل قواعد رفع الحرج ويقال بأنه يتخير في هذه الحال والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها فتحصل لنا في هذه الصورة وهي تعارض المصالح والمفاسد ثلاث حالات الأولى أن يمكن الجمع وقد عرفنا الموقف الشرعي في ذلك والثانية أن لا يمكن الجمع لكن يمكن الترجيح وقد عرفنا الموقف الشرعي في ذلك والحال الثالث أن لا يمكن الجمع ولا يمكن الترجيح وقد عرفنا الموقف العلماء في ذلك هذه الصورة الأولى وهي تعارض المصالح والمفاسد تعارض المصالح الصورة الثانية تعارض المفاسد نفسها وبمعنى أن تتعارض مفسدة ومفسدة فإما أن تفعل هذه المفسدة وإما أن تفعل هذه المفسدة فحينئذ لا يخلو الأمر أيضا من ثلاث حالات كما تقدم في الصورة التي قبلها الحال الأولى أن يمكن دفع المفسدتين ومفسدتين وذلك بأن لا تفعل هذه ولا تفعل هذه فحينئذ يجب ذلك لأن الشريعة جاءت بدر المفاسد ومن مقاصد الشرع الكريم الإخلاء الكون من المفاسد قدر الإمكان فإذا أمكن دفعهما فإنه يجب ومن أمثلة ذلك لو أن شخصا له زوجتان إحداهما صائم والأخرى حائض وعراد أن يأتي إحداهما ويخشى على نفسه أنه لإن لم يأتي بذلك لإما أن يقع في الحرام أو أن يتضرر صحيا بأن تتشقق أنثياه كما يقول الفقهاء فهل يأتي الصائم أو يأتي الحائض والجواب على ذلك أنه إذا أمكنه عدم إتيانهما جميعا والانتظار إلى الليل فيصيب لمن كانت صائما فإنه يجب عليه ذلك لأن دفع لأ المفسدتين عند إمكان ذلك واجب كما أن الجمع بين المصالح عند الإمكان واجب فكذلك دفع المفاسد عند الإمكان واجب هذه هي الحال الأولى الحال الثانية أن لا يمكنه ذلك بل لابد أن يفعل إحداهما فحينئذ إذا كانت المفاسد متفاوتة بأن كانت إحداهما أعظم من الأخرى فإن القاعدة أن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف فيفعل الضرر الأخف من أجل لا السلامة من الوقوع في الضرر الأشد و من أمثلة ذلك المثال السابق إذا لم يمكنه الانتظار إلى الليل فإن الضرر الأخف هو أن يطع الصائم لأنه يمكنها القضاء بخلاف وطع الحائض فإنه لا أشد ومن أمثلة ذلك أيضا لو تعذرت العدل لو تعذر وجود العدل في ولاية مال اليتيم ووجد شخص ضعيف العدالة فتح فتعارض لدينا مفسدتان المفسدة الأولى أن يترك اليتيم من غير ولاية وهذه مفسدة أن يترك اليتيم من غير ولاية لعدم وجود العدل العدالة تامة وهذه مفسدة على اليتيم لأنه لا بد أن يقام له من يأتي بمصالحه ويحفظ مصالحه وحقوقه ويمنع المفاسد عنه والمفسدة الثانية هي تولية ناقص العدالة لأن ناقص العدالة قد يحصل منه الخيانة والمفسدة الأولى أشد وهي تركه من غير ترك اليتيم من غير ولاية عليه لا أشد من المفسدة الثانية وهي ولاية لناقص العدالة بالنسبة له فحين إذن يولى على اليتيم من كان كذلك من كان ناقص العدالة لأن هذه المفسدة لا أهون من تركه من غير أن يولى عليه وهكذا الأمر في سائر الولايات فإنه يولى الأمثل فالأمثل يولى الأصلح فالأصلح من باب المحافظة على مصالح هذه الولايات ومن ذلك القصة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله عن شيخه لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأنه مر هو وتلاميذه بالتتار وهم قد سكروا فهم بعض التلاميذ أن ينكر على التتار فمنعه شيخ الإسلام رحمه الله وقال ما هم فيه من شرب الخمر يمنعهم من الاعتداء على المسلمين وقتل أنفسهم والاعتداء على أعراضهم وهذا من فقهه رحمه الله فقد دفع المصلحة الأشد وهي قتل المسلمين وانتهاك أعراضهم والاستيلاء على أموالهم بالمصلحة بالمفسدة الأخف وهي شرب الخمر هذه الحالة الثانية وهي إذا كانت المفاسد لبعضها الأشد من بعض الحال الثالثة إذا كانت المفاسد متساوية في نظر المجتهد أو في نظر الفقيه فإن الفقيه قد يختلط عليه الأمر ولا يستطيع أن يميز المفسدة العظمى من المفسدة الصغرى ولا يترجح عنده أحد الأمرين فما الموقف الشرعي حينئذ والجواب على ذلك أن الموقف في هذه الحال كالموقف في الحال الثالثة التي تقدمت معنا في تعارض المصالح فقال بعض العلماء يتخير لأن هذه هي قدرته واستطاعته والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها وقال بعض العلماء يتوقف إلى أن يترجح لديه لإحدى إلى أن يترجح لديه المصلحة التي تترك والمصلحة والمفسدة التي تترك والمفسدة التي ترتكب وقد يقال والعلم عند الله أنه إذا التبس عليه الأمر ولم يظهر له شيء فإنه يتوقف فربما يأذن الله سبحانه وتعالى بدفع هاتين المفسدتين لكلتيهما ودفع المفسدتين أو المفاسد مقصود للشارع وربما يتبين له المصلحة الكبرى من المصلحة الصغرى فالتوقف له وجه قوي والعلم عند الله تعالى هذه هي الصورة الثانية وهي إذا تعارضت المفاسد نفسها الصورة الثالثة إذا تعارضت المصالح والمفاسد الأولى إذا تعارضت المصالح نفسها والثانية إذا تعارضت المفاسد نفسها والثالثة إذا تعارضت المصالح والمفاسد مفاسد نفسها مبنية على جلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها فإذا فإذا أمكننا أن نجلب المصلحة وأن ندفع المفسدة فإنه يجب ذلك أما إذا لم يمكن جلب المصلحة ودرء المفسدة فحين إذن لا يخلو الأمر من ثلاث حالات الحال� الأولى أن تكون المصلحة راجحة على المفسدة والحال الثانية عكسها وهو أن تكون المفسدة راجحة على المصلحة والحال الثالثة أن تتساوى المصلحة والمفسدة في نظر المجتهد فإذا كانت المصلحة راجحة على المفسدة فإنه حينئذ يعمل بالمصلحة وإن أدى ذلك إلى ارتكاب مفسدة في طريق العمل بالمصلحة فإذا كانت المصلحة راجحة فإنه يعمل بها وإن ترتب على ذلك ارتكاب مفسدة مرجوحة ومن أمثلة ذلك لو أن إنسانا اضطر إلى أكل ميته بمعنى أنه إذا لم يأكل الميته فإنه يترتب على ذلك هلاك نفسه فقد تعارض لدينا هنا مصلحة ومفسدة أما المصلحة فهي حفظ نفس هذا الإنسان المضطر وأما المفسدة فهي أكل الميتة والمصلحة هنا أرجح من المفسدة فحينئذ يفتأ بأنه يأكل من الميتة محافظة على إبقاء مهجته لأن بقاء المهجه هنا أعظم من أكل الميتة لمن اضطر لذلك ولهذا الشريعة أباحت أكل الميتة للمضطر غير باغ ولا عاد غير باغ بأن يأكل وهو مضطر لذلك أما إذا كان غير مضطر فهو باغ وغير متعد غير عاد وذلك بأن يأكل أكثر من وذلك بأن لا يأكل أكثر من حاجته أما إذا أكل أكثر من حاجته فإنه يكون عاديا هذه الحال الأولى وهي أن تكون المصلحة أرجح من المفسدة فيعمل بالمصلحة وإن أدى ذلك إلى ارتكاب المفسدة المرجوحة في طريق العمل بالمصلحة الراجحة الحال الثالثة عكسها وهي أن تكون المفسدة راجحة على المصلحة وحينئذ يجب ترك المفسدة وإن أدى ذلك إلى إلغاء المصلحة المرجوحة يجب ترك المفسدة الراجحة وإن أدى ذلك إلى إهمال المصلحة المرجوحة ومن الأمثلة على هذا شرب الخمر فهو فيه منفعة كما ذكر الله ذلك في القرآن في قوله سبحانه وتعالى قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس فشرب الخمر فيه منفعة للشارب وفيه منفعة أيضا للبائع وفيه منفعة للجالب له وفيه منفعة للعامل الذي يقدمه لمن يشربه لكن فيه مفسده وهي إزالة العقل وإذهابه لأنه إذا زال عقل الإنسان ربما قتل وربما اعتدى على الأعراض بل ربما اعتدى على عرض محرم من محارمه وربما أتلف مال غيره فيترتب على ذلك مفاسد عظيمة ولهذا تسمى الخمر أمة الخبائث فتعارض لدينا مفسدة الراجحة مع مصلحة مرجوحة وحينئذ يقدم ترك المفسدة الراجحة وإن أدى ذلك إلى لعدم حصول المنافع المرجوحة المترتبة على ذلك الحال الثالثة أن تتساوى المصلحة والمفسدة في نظر المجتهد فهل يقدم المصلحة أو يقدم المفسدة هل يقدم اعتبار المصلحة أو يقدم اعتبار المفسدة والجواب على ذلك أنه تدفع المفسدة وإن أدى ذلك إلى إهمال المصلحة ولهذا العلماء يقولون درء المفاسد مقدم على جلب المصالح درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وهذه القاعدة وهي درء المفاسد مقدم على جلب المصالح يدخل فيها الصورة الثانية يدخل فيها الحال الثانية والحال الثالثة وهما إذا كانت المفسدة راجحة على المصلحة فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح أو كانت المفسدة مساوية للمصلحة فإن درء المفاسد حينئذ مقدم على جلب المصالح أما إذا كانت المصلحة راجحة على المفسدة فإننا لا نقول هنا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح بل نقول العكس وهو أن جلب المصلحة هنا مقدم على درء المفسدة هذا حاصل القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله في قوله إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها يعني عند عدم إمكان الجمع فيقدم الواجب على المستحب وهذا فرع لهذه القاعدة والراجح مصلحة على المرجوح يعني يقدم الراجح من المصالح على المرجوح منها وإذا تزاحمت المفاسد والطر إلى فعل أحدها قدم الأخف منها قوله واضطر يفهم منه أو يدل على أنه إذا لم يضطر الإنسان إلى فعل المفاسد فإنه يجب عليه أن يمتنع عنها كلها لكنه إذا اضطر إلى فعل إحدى المفسدتين بأن لا يستطيع أن ينفك عن ذلك فإنه حينئذ يدفع أعلى المفسدتين بفعل الأخف منهما ولهذا قال وإذا تزاحمت المفاسد واضطر إلى فعل أحدها قدم الأخف منهما فيفعل الأخف من المفسدتين حتى يدرأ بذلك المفسدة الأعظم منها ولما انتهى الشيخ رحمه الله من هذه القاعدة العظيمة جداً لانتقل إلى قاعدة أخرى تتعلق أيضاً بالمصالح وهي القاعدة الرابعة والثلاثون وهذه سيأتي الكلام عليها في الدرس القادم إن شاء الله ومبحث المصالح والمفاسد مبحث عظيم وقد ذكر شيخ الإسلام لابن تيمية رحمه الله أن معرفة الأصلح ومعرفة الأفسد هي حقيقة العلم بما جاءت به الرسل أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم بما جاءت به الرسل إنه سميع مجيب ونقف عند هذا الحد والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين